لبنان نحو العتمة الشاملة رسميا لم تعد مؤسسة كهرباء لبنان قادرة على تزويد المواطنين بأي دقيقة من تيارها الكهربائي فما آخر تطورات وما أسباب هذه الأزمة المزمنة أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن مخزونها من الوقود نفد ما يعني توقف إنتاج الطاقة على الأراضي اللبنانية كافة السبب المباشر هو تأخر التوريد لأي شحنة غاز أويل بموجب اتفاقية التبادل بين العراق ولبنان خلال شهر غصص الجاري لمؤسسة كهرباء لبنان عبر وزارة الطاقة والمياه اللافت أن المؤسسة لا تعرف موعد تسلمها أي شحنة لاحقة علما أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة على تلك الاتفاقية فقط لا غير ولم تكن تعمل سوى محطة واحدة لتوليد الكهرباء على الرغم من أن أزمة الكهرباء في لبنان تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن إلى أن السبب الأساسي كان الخلافات السياسية ما يعكس قرارا سياسيا بعدم توفيرها بمعزر عن كل التصريحات الإعلامية التي تدعي ذلك إلى أن هذه الأزمة تفاقمت بشكل غير مسبوك في العامين الأخيرين نتيجة الشحف احتياطية العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتاليا عدم صرف هذه الأموال مما منع مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الوقود لمحطاتها لتخرج تباعا من الشبكة وكانت محطة دير عمار أحد أهم عامل توليد الكهرباء وآخر الخارجين من الشبكة ما ترك محطة دير الزهراني المعمل الأخير والوحيد على الإطلاق إلى أنه التحق حاليا بمن سبقه تزامنا تفاقم أزمة توفير الكهرباء من قبل الجهات الرسمية ولدت جهة غير رسمية وهي أصحاب المولدات الذين أمسكوا بزمام السوق وباتوا يحددون تعرفة استنسابية ومع انقطاع كهرباء الدولة كليا يصبح المواطنون تحت رحمة أصحاب المولدات بشكل كامل إذن آخر محطات إنتاج الطاقة في لبنان تخرج من الخدمة ليصبح التيار الكهربائي حكرا على أصحاب المولدات على جميع الأراضي اللبنانية